العاشر من نوفمبر الجاري سفينة تجارية إيطالية تصل إلى ميناء مصراتا وعلى متنها 95 مهاجرا غير نظمي تم اعتراضهم في المتوسط لكن لافت في الأمر أن هؤلاء المهاجرين رفضوا النزول إلى الأراضي الليبية بعد أربعة أيام ومع تدهور أوضاع بعض المهاجرين خاصة أن أغلبهم من القصر نازل 14 شخصا من بينهم امرأة ورضيع فيما ظل 81 آخرون داخل السفينة على أمل أن يتم ترحيلهم إلى إيطاليا هذه الحادثة وثارت ردود فعل متباين من المنظمات الإنسانية حيث اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات الإيطالية بخرق القانون الدولي عبر إعادة المهاجرين إلى ليبيا التي تعد مكانا غير آمن للإنزال على حد تعبيرها العفو الدولية قالت أن رفض المهاجرين النزول من سفينة نيفين هو دليل على سوء الأوضاع داخل مراكز الإيواء في ليبيا حيث يتعرضون للانتهاكات وسوء المعاملة دعية إلى توفير بدائل آمن لهم ونقلهم إلى مرافق مناسبة المنظمة الدولية للهجرة بدورها دعت إلى حل سلمي لضمان عدم تعرض المهاجرين إلى الأذى والمحافظة على أرواح الناس على سفينة الإيطالية وقالت أنها قدمت الطعام والماء والبطنية الشتوية لهؤلاء المهاجرين موقع إيدل إستايل بريتاني أجرى تحقيقا عن الحادثة وقال إن المهاجرين انطلقوا من سواحل الخمس في قارب مططي نحو إيطاليا في السادس من نوفمبر الجاري لكن سوء الأحوال الجوية حالة دون وصولهم ومع استمرار رفض المهاجرين النزول من السفينة قالت منظمة أطباب لحدود إن العديد مصابون بحروق وتعرضوا للتعذيب على أيدي المتاجرين بالبشر من بينهم مريض في حالة خطيرة ورفض نقله إلى أي مركز طبي في المقابل نقل موقع ميدل إستايل عن مصدر بالبحرية الليبية قوله إن المهاجرين أظرموا النار في شحنة السيرات بالسفينة وحاولوا قتل الطاقم لكن المهاجرين نفوا ذلك وقالوا إنهم أحرقوا التوافة التي كانوا على متنها وأمام هذا الوضع دعا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمام المتحدة إلى إيجاد حل سلمي واحترام الالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان سلامة المهاجرين غير النظاميين الذين تم إنقاذهم ترجمة نانسي قنقر